سأشي بريدانا وقوارا مقرح يا أبو يا الله يا أبو يا أبو يckن مارين فورد كشف أسرار لا شوف نحن جايين على النهاية فكمية كشف الأسرار التي تطلع حاليا بسبب أننا اقتربنا من النهاية أودا يضع اللمسات الأخيرة على قصة والمرعب في الموضوع والذي يظهر لك مدى أسطورية وجنون وعبقرية أودا كمية الربط التي تطلع بشكل مخيف جدا تستطيع تربط أحداث صارت في الحلقات الأولى باللي قاعد يصير حاليا يا رجل لابون لابون طلع له ارتباط سيبك من ارتباط ببروك له ارتباط بغرق العالم كبره ذيبان كروكس يجهز له سفينة يجهز له سفينة داخل بطن لابون يجهز له مسكن ومأوى داخل بطن جزيرة وعلوم ومواصير ومداخل ومخارج وجرائد يقرأ وكرسية ويستقبل الناس اللي داخلين للغراند لاين يوجههم لا بس فعلا يعني اللي قاعد يصير في ليج هيد شي صراحة خوفت كده أنا قلت لك ياها قبل شوية بس تحس إن أودا قاعد يحرق عليك لأنه قاعد يكبه شيء كثيرة قاعد يهدي أصبر أحب أحب الموضوع كده قاعد ينفرط بطريقة خوف صراحة سبحة ومفلت أنا أشوف هذا شيء مره مره جميل صراحة موجود نظر يتكلم لا لا حلو حلو يا نستمتعنا نحن نودنا وقول هل من مزيد بالعكس بس نقصد بطريقة دي حس بشيء دخيل كده شتانة يا بوجود بين شخص توم تابع العمل وخلصها هذه السنة 24 وشخص من عام 2003 قاعد يتابع العمل كأنيمي وتابعها كمانقا وقاعد ينتظر للأجوي بخاذي 20 سنة يا لطيف يا رجل واحد وجريز زالة يا بوجود واحد وجريز زالة من الضمر عشرة عمر أكبر من عيالك يا رجل أنت كنت معزب وأنت تتابع عمبيس وتزوجت وأنت تتابع عمبيس وخلفت وأنت تتابع عمبيس أشياء كثيرة صارت في حياتك حيتزوج ولدي وحيتخلف ولا لسه لا 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 صل عنه بتك فقل خير يا شيخ لا 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 أنا مأمل على 25 26 27 بالكثير كذا تنتهي القصة ننتظر ولا ننتظر طيب أبو رهيم نحن بنسؤلف شوية عن المانقا وبرضو طلبت من المتابعين في تويتر أنهم يسألون أسئلة يعطون بعض المحاور كذا عساسيش برضو نشوف القصة من منظور الأشخاص اللي هم غير صنع المحتوى نشوف كيف يفكرون إيش وجهات النظر اللي عندهم جميل المحاور من الجمهور فترة جميلة وجديدة يعني وللأمانة بتاخذ يعني بناخذ كمية كبيرة لأننا ما بنسؤلف كثير بنسؤلف من خلال أسئلة الجمهور يا سلام عليك بالضبط ولكن قبل ما نروح لده كله قبل ما نخوض في التفاصيل دي كلها اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أذكركم بقناة الوجيه توك قناة القصص اللي ينزل فيها فيديو واحد أسبوعياً ويوم الخميس طيب إبراهيم خلينا نبدأ بالزاحف أزحف واحد في تويتر فهد لاو أوه حبيبنا الزاحف فهد لاو موجه له تحية حبيب الشعب هو شوف قاعد يسأل سؤال طق طقة ولكن أنا طلعت منه سؤال حقيقي فهو يقول أدي هل يرمز على عائلة الووتر وهل الووتر له دخل في اللي جالس يصير ولماذا ضحك روجر هل له علاقة مع الووتر انسى المكلام ذا كله ولكن فيه كلام مرة حلو عائلة الووتر هو في الترجمة اللي قرأتها ووصلتني يرسل لي آه واحد من المتابعين كان مكتوب واتير مهم كاتبين ووتر كاتبين واتير ولكن هي نحصل فيها ووتر على الأغلب أول حاجة موضوع ووتر موضوع منكي موضوع أعتقد أن الأسماء هذه راح تفسر في النهاية ولسبب ما وأعتقد أنها ممكن ترتبط جاكوار بورتوغيس جاكوار بورتوغيس مارشل يس فأتوقع أنه ووتر لها علاقة فعلا بشي يعني متصل أو بشكل مباشر مرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بغرق العالم واللي يؤيد هذا الشي واللي يؤيد هذا الشي أنه لاو عنده غواصة والله نتفكر فيها إيش باك ليش تضحك والله تميك سنسب إبراهيم يغرق العالم ما يغرق أنا جاهز يا حبيبي غواصتي معاه طيب أي طيب نمسل منطلق أي شخص عنده سفينة فهو جاهز لأنه ما مرتبع مستوى المياه السفينة سترتبع معاه بس في فرق لما يكون في طوفان وتتخبط الأمواج في فرصة غرق السفينة غير فرصة غرق الغواصة اللي هي أوردي غرقانة قاعدة تمشي تحت الماء الغواصة لها فرصة للنجاة أكبر يش يش هذا الربط اللي حبينا نطرحه يعني في الموضوع والمانكي والمانكي كانوا قرود في الجبال بالنسبة لي أنا الموضوع غرق العالم يعني هو غرق قبل 800 سنة من وجهة نظري النبوءة وهدف تأخير الحرب يعني أنا بشطح بالكلام اللي بقولها حين ولكن هذا اللي أنا مؤمن فيه أو مصدق فيه أو مقتنع فيه بتكون قصة بهذا الشكل أو أودا ينوي لها أن تكون بهذا الشكل صح اللي صار قبل 800 سنة على قلبك اللي صار قبل 800 سنة لن يتكرر الآن وأكشلي اللي خلى المملكة المزاهرة تنهز من قبل 800 سنة أنه ما كان يبوني العالم يغرق أكثر من 200 متر فأوقف الحرب ضحبنا في السوم من أجل أنه يبنون الخطة المجلونة هذه أنه ننتقم أو عفوا يعني ليس ننتقم ننتصر وننقذ العالم من الغرق أكثر مما هو غرقان أو يمكن حتى الرجع للعالم القديم بعد 800 سنة يعني يكون مهمة لوفي أنه مثلا زي ما قلنا وقدروا أنه في البداية كنت النظرية أنا في بداية أول مدينة القناة 2014 كنت ضد النظرية كنت أشوفها سخيفة أنه سالفة لوفي يدمر الرد لاين ويفتح البحار الأربع على بعض يعني طبعا كان الهدف من ذلك أو الفكرة التي جاءت من ذلك أن الأول بلو شون تجمع البحار الأربع مع بعض لازم تكسر الرد لاين أي فالهدف من أنك تصنع الرد بلو الأول بلو عفوا تكسر الرد لاين عشان تصنع الأول بلو لا يمكن ولكن الآن لو كان الهدف من تدمير الرد لاين ليس فقط أنك تغرق الماري جواب الدم الماري جواب تعادل شكل العالم الحقيقي أيوة أنك توازن الماء في العالم كله يعني أنه مثلا تحجيز العالم عن طريق الرد لاين أنه كذا بعدين الغراند لاين صارت كذا ففصل الماء عن بعضه هو اللي تسبب بارتباع منسوب المياه فهمت الفكرة أو يعني عشان ترجع منسوب المياه إلى الوضع الطبيعي حطم الرد لاين في النقطة هذه فمنسوب المياه يتوازن فترجع القر اللي كانت غرقانة تحت الماء تطلع من جديد ينزل منسوب الماء 200 متر بدل أن يرتبع 200 متر ينزل 200 متر فيتم إنقاذ العالم عن طريق الموضوع عشبه كأنك حطيت يدك داخل الماء ارتبع الماء تطلع يدك ترجع يتنزل الماء أو أن الماء اللي هنا مرتفع أكثر من اللي هنا فلما تكسر الشي الحاجز بينهم يتوازن فينزل الماء 200 متر تتكلم عن الريد لاين ولاحظنا الكاتب لما حالة تحتهم الريد لاين لابون يكسر الريد لاين يمكن لابون ما يكسر الريد لاين يرجع لأصحابه يكسر الريد لاين لأن هذا الهدف أو هذا الطموح يعني المرض يصلون له في النهاية غريزة المخلوق غريزة المخلوق إنه حاس إنه فيه إنه هذا الجبل مكانه غلط المفروض وغير موجود غير متواجد أو يتحط ففيه فيه حبكة فيه إنه في الريد لاين يعني خصوصاً مريجو موجودة فوقها فتحس إن الموضوع يعني بترابط بتكركب بتداخل بشكل مرعب يا أخي يا أخي أو دا قاعد يكتب قصة غريبة قصة غريبة قصة غريبة وكرياتيف بشكل مخيف يعني وفيها اسقطات مزعجة جداً 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 يعني اسقطات ما دي إذا أنت أعرف على سلفة الشمس المادر فليم إن حالياً وقاعدين حاولون نسمعونا في الصين تدري عنها دائماً اللي أعرف واصل الموضوع الموضوع الطائل اللي هي يسموها لها اسم لها اسم في هوليوود في أكثر من فيلم اتطرق له اللي هي طاقة لا تنضب أيهاً هو دا اتطرق له في فيلم سبايدر مان 2 حكتب ميقواير اتطرق لها دكتور أوكتابوس أوكتابوس صح المادر يستمي أوكتابوس على الخطبوط هو أوكتابوس على ثمان أذرع بس أعادي نفس الشي من موبان البكرة من موبان أن حالياً في عالمنا الحقيقي مش في الأفلام العالم الحقيقي على موضوع الطاقة التي لا تنضب على موضوع صنع استغفر الله العظيم شمس مصغرة آآ هي كنت سمعت الصينين يسألوها المهبة لا لا المعمل موجود وقاعدين شغالين وتجارب بس ما نجحها حتى الآن على عقس دكتور بيكا بنك اللي في القصة نجحها بس كأن كأن يعني أودي يحذر يعني ترى شفت الطاقة النوية أيش سوت ترى هذه ممكن تسألوا شيء أعظم خصوصاً يعني إسقاط كذا مفهومها الصينين بيسووا طاقة لا تنضب وإلا شمس شمس مصغرة تعطيك طاقة أسطورية لا تنضب يعني بدون إنبعاثات عجيب هاي تقدر أرسل لك أيها الرابط على بعد التصوح مر علي الموضوع كذا صراحة ما لفت انتبالي يعني تحس أن الموضوع شاطح وغير منطقي في الأساس بس أودا قاعد يقتبس من الآن بإسقاط وحاليا على سلبة اختراعات لأنه ما جاب علىنا طاقة نووية جاب علىنا طاقة الشمس وأن ليلة بزاية الأرب كانت تقول أبي أصنع شمس مصغرة فهمت الفكرة والماذر فليم حاليا جزء صغير منها أشعل أو يعني شغل للوشيا شغل آه عفوا سكا أورانوس قاعد يقول سكايبيا أورانوس وضرب للوشيا ضربة مدمرة بجزء بسيط من الطاقة فما بالك وخاذ المذر فليم كامل صنعوا أكثر من واحد السؤال 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 اللي انطرح بناء على الكلام اللي انت قلت والحين ما هو يقول انسرق جزء من الطاقة هذي من المذر فليم الجزء البسيط بما أنها لا تنضب يفترض أنها ما تنتهي يعني لك الشعل اللي سرقت وإن كانت بسيطة لا هو ترى مو هدف على لا تنضب يعني انت ملاحظ أن النار داخل الماء لا تنطفئ فهمت الفكرة معناته من قوة الطاقة أو أشعلها النار هذي حطها فوسط ماي وما ذلك ما تنطفئ تفاعل 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 فهمت الفكرة فهمت الفكرة فهمت الفكرة بس قاعدة جدد نفسها بس انت في النهاية عشان تشغل يعني السلاح أسطوري قديم قبل ثمانمية سنة جزء بسيط غير كافي يعني وفعليا مو المذر فليم لأن قالها دكتور قالها دراجون يتكلم مع ايفانو كوف فانو كوف قال اي عقل أنا دكتور فيكا بنك المجلون نسوه سلاحة قال أنا عرف دكتور فيكا بنك ما رح يصنع ما رح يصنع سلاح قتل مباشر زي كذا فاللي وصنعه مصدر طاقة الهدف منه تطوير الصلاح تطوير التكنولوجيا والاندستريال وجلب السلام للعالم ولكن الاستخدام اللي استخدم فيه ناخذ جزء بسيط منه واستخدم كمصدر طاقة اي مصدر طاقة لتفعيل سلاح قديم جدا السلاح قوة التدميرية مرة مرة مرعبة ويعني فتاكة وهذا اللي صار يعني فكرة محى جزيرة كاملة من الوجود بعد فيه أقوى من كذا هو يقول لك جزء بسيط على قولك فماذا لو انسرق الكامل وهم يبونها وهم يبونها ترى على فكرة احد اهم الاسباب ان الجزيرة ما تدمرت بالكامل حاليا التعليمات الجاتبة من امسا ما ذكر طبعا مصدر واضح ان هذا السبب ايه جيبوا لي الماذرفليم اي لانهم مم قاعدين يطلقون على المعمل اللي فوق ولا مم قاعدين يهجمون عليه ولا يدمرون حتى يعني ساتر كان يقول حق مارس لا تروح عند معمل الطاقة خفت جيب العيد وتكسر شيء غلط خلي انا بأدخل معمل الطاقة ساتر كون ان عالم مسؤول عن العلوم فهو عارف شي اللي يكسر شي اللي ما يكسر يمكن يبحثون عن بالضبط بالضبط للماذرفليم هو اللي انقذ الارشيف عقل في جابانك الموجود هو اللي انقذ المعمل طابق المعمل اللي فوق حتى لا ما تدمر بالكامل ولا قد قال ترفع اكثر من لقطة في فصول السابقة دمر المعمل كامل ارتاح قال لا 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 هي ماذرفليم الارشيف يورك قاعد يقول لهم ساتر قاعد يقول لهم اركدوا اركدوا لو صار انفجار بيروح كل شي في الجزيرة وحنا محتاجين للأشي اللي في الجزيرة صداع 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 ايه اودي مجنون اودي حابك كل شي بشكل مجنون ابداعي سطوري تتعب ونت تتكلم عن هذا الشي بعدين لما تجي تفكر في الستوري لاين ستوري لاين تبع قصة ون بيس ما هو شي تقدر توصف لأي احد فاهم اي والله ما هو شي اي احد ممتابع تبتقنعه وتبتوصله لفكرة القصة ما تقدر اذا ما يتابع معاك وحلقة حلقة وفصل فصل ويوصل معاك للمكان انت فيه ما رحيفة من السقطات ما رحيفة من العمق ما رحيفة من ترابط حاجة حاجة ملغوصة يعني فكرة انه اودي بدأ يدخلك في اشياء ما حد كان متوقعها اصلا العالم قاعد يغرق الجزر الصغير ما هي الا بقايا من جزر من العالم الاصلي يا رجل اودي مدري كيف قاعد ياخذ دخل على بنجايا دخل على شضايا قرية دخل على كل حاجة كل حاجة على فكرة فصلبت الغرق تدري انت انه في دراسة مثبتة رسميا انه جزر المالديف اذا ما لحقت عليها الان يعني بعد 25 سنة 50 سنة رح تختفي انه منسوب المياه عندنا في العالم الحقيقي قاعد يرتفع بسبب ذوبان الجليد اي 5 سانتي او 50 سانتي ما انا بذاكر سنوية ففي غضون 5 سانتي سنوية في غضون 25 سنة او 50 سنة بتختفي الجزر دي كلها والريدي في جزر اختفت صغر اي جزر صغير مرة اللي غير مأهولة نعم اختفت تلاشت معد بيقى منها شي طيب نروح لمحمد لوفي محمد لوفي يقول اسمه محمد لوفي واليوزر نيم حمودي شانكس يعني قاعد يؤبر عن حبه للشخصيات من كل مكان طيب يقول البف هو المكان اللي بدأت فيه قصة اعظم شخصية في عالم القصص المصورة شارلت لين لين واضح ان السؤال لك يا ماجد سؤالي هو لماذا ترفض عودتها في البف واعطاء ختام لقصتها مع لوفي وختام لحلمها الجميل باعتمانه للوفي واللي بتتفاجأ البيقمون بعدين لما تعرف ان لوفي حلمه الحقيقي قريب من حلمها وبنشوفهم يضحكون مع بعض اول حاجة يا حمودي ترى انا مع فكرة انه البيقمون بترجع يعني فلكن خلينا نشوف ابو ابراهيم نعم نعم اشبك ابراهيم شوف اولا هو البيقمام البيقمام قصتها لم تنتهي بعد ولها عودة باذن الله هو ريهان قديم مرة 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 من ايام الهول كيك من بعد نهاية الهول كيك بداية وانو بينه وبين القيقب القيقب الكبير اوداتشي انا قلت في ذلك الوقت انه ما راح تقاتل له في مرة ثانية خلاص فعلا لم تقاتل له في قتال مباشر يعني كانت مع كايدو ولكن لو ركزت في قتالها مع كايدو لوفي كان يضرب كايدو ما كان يضربها نهائيا هي كانت تضرب لوفي بس لوفي ما كان يضربها ونفس الشي في السجن كانت تضرب لوفي لوفي ما كان يضربها ففكرة الموضوع ان لوفي لم يعد لقتالها ابدا فتقول لا يعني الكاتب مدام سكبها خلاه يقاتل الكاتكوري فلن يقاتلها لوفي لانها شخصية تافية ولا تستحق لني قاتلها لوفي مش بالضروري يقاتلها بس نتكلم عن عودتها فرصة عدتها مجالة توارد فهو هذا كان رهاني أنا طبعا هو كان رهاني العكس تماما هي بدأت في إلبف ورح تنتهي في إلبف الكلام اللي قاعد يقول اللي في الويتويتر هذا كلام متاجي بالحرف الواحد أن بدأت قصتها في إلبف فرح تنتهي قصتها في إلبف والكاتب جاب لنا أن أكلت المذر كرامل والأطفال وأن في واحد من العمالقة إلبف شافها فلازم دل عملاق اللي من إلبف اللي شافها يشد عليها ويفضحها ويطلع لها وكلام كثير على البيج مام واللي أنا أكاد أجزم أن البيج مام وكايدو بنسبة 9.9% ودعوا الملحب الواحد بالمية اللي بقيته حق غدرات أودا لأن أودا عنده غدرات يعني طبعا يقدر الأودا ينهي النقاش هذا كله بأن يورينا الهول كيك آيلند عيالها وهم كانوا في السفير كان عندهم بيفر كارد كانوا يلحقونها بيفر كارد بس ما ورانا للحين ايه متعمد هو متعمد بس ورانا إياهم هم مكفين رايحين ايه بس ما ورانا هل هم زعلانين ماتت حتى قبل يعني قبل في المرة الأولى يوم ضاعت كانوا يتشاورون من اللي بيحكم بعدها هل هو كاتاكوري ولا من الأكبر ذاك بريسبيرو وشاللي فلاخي برضه حتهم مات أو يعني هازم مالدري حتحي ولا مأيت ميهم بس دخل في أركوانو وانجلت في النقاشي الفكرة في الموضوع أن كلنا متفقين على المفروض كاتاكوري يكون حليف للو في نهاية القصة وعشان كاتاكوري يكون حليف للو في نهاية القصة والهول كيك آلاند كلها وطاقم قرصات البيجموم كله يكون أحد حلفاء لوفي في المستقبل يجب على البيجموم أن تنتهي يعني لاحظ الكاتب أنها طاقم كايدو كمبليتلين صحة ما عدلها شيء كايدو أنا معك أتباعه ريدي راحه أتباعه ريدي راحه وشالهم مثل ثور الأخضر وداهم هزامهم وشالهم وداهم السجن فذي اللي خلاص ما لهم راجعة ولكن طاقم البيجموم لا يزال متعافي متكامل صحيح سرقت منا بودينغ صحيح أن حاليا سمعتهم واسمهم في الحضيض بعد سقوط أمهم وزيمة أمهم هي أمهم سقطت كي ينكون تهيني من المضوع أخذ منها اللقب بس السؤال باقي هل أعيقات في الحياة ولا ودعت فأنا ريهاني ضد شعيب إذا رجعت في إلبف هو بيجيني السعودية ونسوي لأنا كيكا وذبيحة والعكس صحيح إذا ما رجعت في إلبف أروح لأنا المغرب بزور ببيتهم ويسوي لكيكا وذبيحة العكس دصدك يا شيخ إذا ما ظهرت في وانو إذا ما ظهرت في إلبف إذا ما ظهرت في إلبف هو يجي أنا أروح للمغرب أزوره وينزلي ذبيحة وكذا والعكس صحيح أروح لعنده في بيته عشان أجل دوه يعني في الستوديو حقه في بيته والله شوف أنا بس عساس أقفل النقطة لي تبع البيقموم وشارك رأي فيها لما أنا أشوف أنه قصة البيقموم ما زال لها بقية ومش بالضرورة أنها تظهر كعدو ترى الآن العالم بدأت تضح جميع أطرافه بدأ بعد إعلانات وبعد التخبط اللي قاعد يصير في الإيقهد العالم الآن غالبا غالبا سيب تيتش الله يشغله سيب تيتش أنا توقع القراصنة الآن القراصنة كلهم راح يصيروا في كفة ومعاد فيه شيء يعني يخليهم أصلا يتقاتلون قد ما يخليهم قد ما يكون فيه سبب أفضل إنهم يتحدون ذات في الوضع الحالي بعد الرسالة اللي أعلنها فيجابانك مو كل القراصنة متفهمين يا بوجود يعني أنت واحد زي يوسس كيد حمار ما راح يتفهم ترى يعني أوكيه أريدي سقط حالي ينطز فيه ميهم بس الفكرة اللي على شاكلته اللي على شاكلة يوسس كيد يوسس كيد لن يتقبل أو يتفهم أنها لازم نتحالف لازم نصري عليها واحدة لا ما هو تفهم فوانه من أجل انتقامه بس ولكن حاليا قدام أي مسامة ما عندهم انتقام هم حكومة العالم ليست عدو بالنسبة لهم هم يشوفون بعض بعد الأخبار هذه كلها إذا حكومة العالم ما صارت عدو البشرية كلها متى بتصيب؟ أصلا أصلا تحالف تحالف حكومة العالاية يقلع والسنين تحالف تحالف المئة وسبعين دولة وردي سقط منه خمس عشر عشر دولة بعد الأخبار هذه بيطلع من عندهم خمس عشر عشر دولة الملوك زي الملك اللي كان حاكم مملكة كومة كومة هل ترى من ملك زي هذا بيتأثر آه لا والله لازم أحمس أخو سابو أخو اللي جاي يبياجس على العرش الحمار آه يا شيخ هل بتبني هم ملك الدولة حاليا هم ملك الدولة في عينات مريضة أنا معك اكزاكلي فأنا أقول لك على الأقل خمسين ستين سبعين دولة من التحالف لن تفك والمرين غصبا عليهم سيضلون يحمون حكومة العالم لأنهم هم تابعين لحكومة العالم طيب العالم سيغرق ما يهمهم ما يهمهم أنت شوف هين سنجوكو أكاينو الحمير اثنين هم قاعد يقول اسكت خلص فضحتنا مو مهتمين بالعكس الممرضى الأخبار لازي كده تطلع للعالم عشان الناس العالم يزورون على بينا والله في فريم يا رجل يا إني ضحك إني ضحك تصميم فان آرت قصدك لا لا حق أكاينو هو يسمى أخبار والدخان من كل بركان على وجهك أنا ينفجر بركان على وجهك ينفجر وهذا الشيء طبيعي ترى بس الفكرة في الموضوع أو المهم في الموضوع بالنسبة لي أنا أن مو كل العالم بيتخلون عن حكومة العالم ويمسمى وينقلبون إذا الدول والملوك والبحرية ما رح يتخلون عنهم عن حكومة العالم رغم كلها لذي الفضايح والبلاوي فما بالك بالقراصنة اللي هم أصر مو هدفهم حماية الناس وبعضهم أناني وبعضهم ما يفكر لف نفسه ما يفكر لفلوس كل هدفه أسبابه يعني أنت الآن يا قرصان لو وصلت لمرحلة إنك تختار طرف توقف معه أو على أقل تقاتل معه بتختار من حكومة العالم ولا قراصنة نعم لو اضطريت في النهاية لا ربما أكيد ولكن القادر ما تضطر يعني 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 واحد زي لحي البيضاء فعليا ترى ما دخل الحرب حقت ماري فورد إلا عشان ينقذ أبنه طالما أن أبن يعني لو إن إسلم يعتقل أو يعدم يعني دائما بشكل رسمي فقال رح يجي الحرب هو مو هدف أنه يحصل على الوانبيس هذا ينقو ترى تتكلم عن ينقو حاليا يعني يعني ما كان يدخل في الحرب هذه طالما أن عائلتها وعايش بسلام ما رح يدخل في الحرب يعني القراص إلى كل الهدف الخاص طبعا طبعا الحلفاء لو في حالة استثنائية وخاصة وفي كثير بيصروا حلفاء ليلوفي وأنا تكلمت عنه في النطب وعنا قلت يعني إذا إذا اللح البضاء في حرب الماري فورد جاء معه 48 قرصان من أصحابه ذا من الغلطان فعلى الأغلب وتوقعها مني يعني ويعتبر رقم صغير بالنسبة لي لو في رح يجي معاه مئة مئتين من القراصين حلفاء كباتل كطواقم ولكن العدد يمكن أن يوصل 500 ألف 400 ألف 300 عائل يعني جيش جيش من القراصين يعني بيوحد القراصين وهذا الشي طبيعي وهذا الشي طبيعي في لو في أصلا كونه فعلا عنده قدرة على التأثير على كل شخص يقترب منه غير الناحين عند المنصب اللي يونكو يلقبك يونكو يخلي الناس تجي تتحالف معاك تبيتها بحمايتك هذا الشي صار مع الحلبيضاء صار حاليا مع شخص وراني الكاتب أنه في عنده طواقم مرة ضعيفة بس يحبونها لأنه يحبون حمايتك فتيش كذلك تيش عنده طواقم بالقبل وكثير يتمنون ملاقاته ويتمنون ينضمون تحتها بس عشان أن أنت ينكو وانت شرير بتخلينا أسرق وأضربك على كيف يتصري تحت حمايتك فينضمون تحتها زي اللحية البنينية ذاك خلينا نروح لموضوع الحرب العظيمة الأخيرة اللي تقال عنها أود أنها راح تخلي المارين فورد يعتبر ملاهي لعب أطفال يعتبر مراجيح إذا كانت حرب كبيرة أخيرة كم بيكون فيها الطرف كل العالم العالم بنقسم نصين نص مع أم سما نص مع لوفي صديقني بتكون ثلاث أقسم مين الثالث جيش الثوري بيصير في صف لوفي لا تيش تيش راح يسقط قبل قبل الحرب الأخيرة نعم لأن تيش هدفه إيش العالم لا هدفه ملك القراصن حاليا يبي يصير ملك القراصن بس هذيك شسمها آه كاترين قالت العالم يعني أوكي هو يبي يحكم العالم كله ما حد يقلب معك ولكن أول هدف لا حاليا قبل يروح يحكم العالم إيش ملك القراصنة يحرم عليه الوان بيس يحرم عليه بالضبط فأنا لذلك أرى أنه لن يسمح للوفي أن يصل للوان بيس قبله هم تفكروا لا باب فالاستدام بينه وبين يعني الاستدام بين البلاك بيرد وبين لوفي يجدر به والمفروض والمنطقي أن يكون على الوان بيس قبل الوان بيس إذا لوفي أخذ الوان بيس ما عند لك لازمة أنت البلاك بيرد في القصة فهمت تقصدينه فهذا وجد نظري أنا قد أكون غلطان خصونا مثلا عبدالجليل وديمو وخويننا أحمد معان طلعوا من نظرية شاطحة ولزلت في القناة من الزمان قبل خف سنوات يمكنه ست سنوات كيف أن الكاتب كان يمشي لوفي والبلاك بيرد مع بعض في أغلب الأحداث ودائما يكونون يساعدون بعض أو يخدمون بعض بشكل غير مباشره بشكل غير مباشره زي في السجن بالذات لو لا دخول البلاك بيرد كان لوفي ما قدر يطلع ولو لا دخول لوفي فالبلاك بيرد ما قدر يدخل أصلا فهمت فكرة وفي الحرب المريفورد نفس الشي فزعوا لبعض بدون قصد بدون قصدين ما أحد منهم هدف أن يفيد تواجدهم يخدم الثاني بشكل غير مباشر نظرياتهم الشاطحة في النهاية كلاهما راح يكونون أعداء المسامة بيتحالفون عشان يهزبون المسامة بمعنى الآن أنه قد تكون الحرب الأخيرة بعد الوان بيس فور شور هو يتكلم اللي بيقول للدكتور فيجابانك أسبوع الجاي وخذها مني أنا أحرق عليك بعد أسبوعين أحرق عليك اللي بيقوله في النهاية وهذا الشي أنا على فكرة قاله من قبل خمسة سبيعة أو ممكن حتى خمسة شهور قد تقول أن الهدف من خطبة دكتور فيجابانك أنه ترى يروح روجر ويرجع ما كان عنده مصدقية هو قرصان فلو تكلم وقال ما قال ما أحد بيصدقه ولكن الآن دكتور فيجابانك بعد ما أعطل التفاصيل هذه والمعلمات دي كلها لوفي لما يرجع من لفتيل الناس بتقوله تعال علمنا التفاصيل أنت اللي عندك الحقيقة إيش فيه كمان أكثر هات إي عطنا عطنا أنا سمعنا وتكتور فيجابانك أصل وجهز الضربة القادمة يعني أنا قال ترى ملك القراصين هؤلين عندهم العلم روجر بس ما قال ليش ملك القراصين الحلقة في أسبوع الجاي بيقول بيقول هم وصلوا للفتيل وقاروا القصة كاملة موجودة هنا فالشخص القادم اللي بيوصل للفتيل وبيحصل على الكلام طبعا ما رح يقول للفتيل بيقول الشخص القادم اللي رح يحصل على الوان بيس الوان بيس موجود فيه الأسرار كلها فخلاص الناس بتترقب من اللي بيروح من اللي بيوصل هل أنت البلاك بير وهذا الكلام اللي قاله ريلي يا ماجد ريلي لما قال قال احنا ما كنا يعني كنا غير مستعدين مش معنى غير مستعدين انه خطف الترجمة طبعا هذا انه مش احنا انه مش احنا الاشخاص المناسبين اللي قاله بالحرف الواحد وكان في خطف الترجمة وما ألوم المترجم ولا ألوم فهمنا الخاطئ لها في البداية هو قال وصلنا مبكرين أيهاي بدري يجينا بدري اللي لازم يجي اللي لازم يجي يجي بعد 25 سنة اللي هو نوف يعني المفروض أصلا لفتيل ما احد يوصل لها ولكن روجر بطناخة وصل ما عندك مشكلة بالعكس وصولها أنا اشوف وصولها مقدر لأنه وصولها مهد الطريق مهد الطريق بلوفي ترى يعني لوفي ممكن ما كان بيكون حلم أنه أحصل على الوان بيس وصير ملك القراصنة لو لأن روجر راح هناك وصال على الاسطورة هذه يعني عصر القراصنة الذهبي ما كان بيطلق وبيطلع شانكس وبيطلع باكبيس وبيطلع ذلك كلهم كلهم ترى يعني شاركوا بطريقة اخرى في تحقيق لا فعلا ترى فعلا لو لا لو لا خروج روجر وصول لأفتيل ترى القراصنة كانوا بلا هدف واضح يعني صحيح هو هذا إذا تسمح لي أقرارك برضو شغلة مجنونة هات وصلها لي أمس الشباب يا أخي والله العظيم شيء يعني يرعب كيف أن أودا يربط الأمور بالطريقة المرعبة هذه روبين وهي تقرى في سكايبيا مكتوب كذا تمسك بالحقيقة في قلبك في قلبك ولتبقي فمك مغلقا مغلقا نحن من نسج التاريخ في أصداء الجرس العظيم لتبقي فمك مغلق هذه الرسالة يعني ردا على الدكتور فيجر بنك اللي قاعد يقولها في نهاية الفصل اليوم لماذا سكتوا ليش ما تكلموا ولاحظ أن كلهم ومميتين روجر وودنو وامتسامة شقة وجههم الامتسامة شقة وجههم ليش عارفين شي اللي بيصير قدام محروق عليهم القصة ايه على قولة رضوان أكبر سبويلر موجود في القصة الحين عند ريلي بالضبط عند ريلي وعند أودن مذكرات أودن يعني يمكن أودن ما كتب المذكرات كل التفاصيل وكان فيه ورقة مشغوقة منها أصلا بس الفكرة أن بس فيها فيها علم فيها علم ويمكن ترى هذا وقلتها الكلام ذاكتا مرة السبب الأساسي اللي خلى أودا ما يحط يامتوا معهم في الطاقم هذا الشي لأن يامتوا قررت للمذكرات هايلين ما يوصلون إلى ويقرون القصة كاملة ويرجعون هنا يكون انضمام يامتوا مرة هيحرق عليهم شي خلاص مرة أعطيهم سبويلر بتجي تسولف معهم تناقشهم على اللي قرأوه هل سجلي أنا قريتها صحيح؟ هل سجلي؟ هل سجلي؟ هل سجلي؟ هل سجلي؟ هل سجلي؟ هل سجلي أنا قدرها على السيطرة على قصة وربطها ببعض مثل أودا أبدا ولا لا في أفلام تو مقطعك هذا اللي تقعد تقوله طالع لي في التك تك أمس وأنا فر طالع لي مقطعك هذا لت تقول الكلام قلتها كثير كل الأفلام كل المسلسلات كل القصص تجيها وميس شيئا والله شي خوف يا أخي من الحلقة الصفر إلينا من الفصل الصفر إلينا الفصل الحين كل فترة يربط لك حاجة في بعض تقول لما تقول حلقة صفر أو فصل صفر تقول لا الفصل يبدأ بن واحد لهم فعليا ننسوا حلقة صفر لا في صفر لا مجرم مجرم الكاتبة هذا مجرم سبايك يقول ليش هناك صعوبة في الاعتراف أن أودا لديه سقطات كثيرة منها موازين القوة إلا اللي وصلت مراحل عالية من الهبت أبو براهيم سبحان الله تقولك عادي نتكلم ونمدح بما أنك الأخبر رد عليه تقولك عادي نتكلم ونمدح في اللي قاعد نسوي أودا فيجي هنا على طول يهاجم شوف البعض البعض وليس الكل يرى أن أودا مخبص في مزيد القوة ما يجد كتابة القتالات ما يجد كتابة الدراما بعضهم ما يجد كتابة الكوميديا رحمني معليش خلي الكوميديا والدراما على جنب قل لهم معليش أنا آسف لكم يا أخوان أقصر بالله أنه كاتب دراما بنت 66 إيش ودراما وكوميديا سوداوية يعني قبل فترة أظن أمس وأنا فرفر في تيك توك طلع لي الفلاشباك حق جز ما سينيور بينك سينيور بينك يعني شوف كتب الدراما بطريقة شوية تضحك ساخرة بس واقعيا لعنة واقعية خوف واقعية خوف إنه إيش ممكن يسوي الإنسان لأجل الحب إيش اللي يلبس إيش اللي يغير ملابسي طز في العالم أنت تشوفها ممكن الطريقي اللي طرح عودها كذا خبلة شوية ساخرة بس أقسم الله واقعية خوف واقعية خوف فعموما الدراما والكوميديا ما على كلام لكن خلينا نعلق على نقطة الموازين القوة موازين القوة تخبيص أنا عن نفسي ولا ما أنا شايف أي تخبيص الموضوع ملغوث شوية شوف هذا الفكرة هذا الفكرة أن لما يكون شخص بتعلق بشخصية معينة مثلا فانس كايدو فانس كايدو إلى يومك هذا وحتى إلى بعد عشر سنوات قدام لن يقبلوا ولن يتقبلوا هزيمة كايدو على يد لوفي فإيش المبرر أو الطريقة عندهم عساس أنه يقدر يجاوب أو يتقبل اللي صار يهاجم الكاتب بكل بساطة يجي يقول لك ولأوي يعني اللي يجهر بعضهم يجي يقول لي طيب لو سوى الكاتب في شاكزة كذا وبتزعل ما رح تقبل لا والله لا أقبل عادي يا أخي هو الكاتب القصة إذا أنا ما تقبلت لأن يسوي الكاتب القصة في قصته وإيقانت أنه عنده هدف وعنده ترابط وعنده عنده ميت أسويها ميت أتقبل فموازين القوة مرة مرة منطقية مرة مرة أسطورية كريم دي الكاتب مثلا لو هو بارب الموازين على قلاتكم أنه يخلي له فيها يدخل من بداية المعركة ويهبت يهبت يهبت في كايدو الحال ويهزمه لكن لي صار العكس أنه أجهد كايدو وخلاه يشيل الجزيرة خلاه يقاتل للأغمات خلاه يقاتل زورو لاو يستسكد يا متو من بقى ما يقاتل كايدو كل الغارة قاتله كايدو ما بقى أحد ما حاول يضرب كايدو ويستنزف كايدو غيرنا طبعا وهذه قلت من قبل هي غرور وعباطة في كايدو نشال الجزيرة أن هذا الشيء استهلك جزء من طاقتنا طول الوقت ويقاتل قاعد يطير في جزيرة كاملة نطهيرها في السماء ويطربها سنزاف للطاقة ممطبعين وكيس خلص الغارة اليوم شيء للجزيرة بكرة لا 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 اليوم إعناد هذه سطاوة في الشخصية نعم إعناد وستطاوة في الشخصية أخذته العزة بالإثم الله أكبر عليك هذا أفضل مثال ممكن تضربه موضوعه كايدو يعني بصر أنا أعجب كذا جيد هو قدم لك كايدو على أنه شخصية مرة قوية وغير قابلة للموت أصلاً بسهولة وياما حاول هو بنفسه يقتل نفسه ما قدر ينتحر فجاك جاك أودة قل لك يعني أنا تكلمت قبل كذا فيها أنا ومحمد أودني وصل مرحلة أنه أودة بنفسه ممكن تورط في كايدو صحيح عم النشبه بس في نفس الوقت لما قرر أنه ينهي دور كايدو قنعني قنعك ولم أقنعك بالذوق لا إلا بأكيد أنا قد مقتلع بقلب كذا خلاش هاي الجزيرة وخلاش قاتل السورة أنا قد مقتلع بقلب كذا يا وجود أيوة ومع ذلك بس المصيبة مع ذلك في ناس يعني من عشاق الشخصية يجي يقول لك يعني المبرر الوحيد المنطقي لها أنه شخصية اللي يحبه وعشقها ويشافها ساطئة بشكل مطبيعي أنه هزمت مو لأن البطل اللي يستطيع عزمتها أو أنه أجهدت أو أنه كانت منطقية لا إن الكاتب معدن موزيف القوة لا ما عليك فهمت الفكرة هذا هذا يعني من وقع خبرة نقاشات عشر سنين من بديت القناة يعني بعدين يا ببراعين وأنا تناقش مع الجمهور وقابل الجمهور وتناقش معهم هذا القناة اللي وصلت إنه إذا شيء صار مو منطقي في القصة فالشخص بدلا يهاجم الشخصية أو ينتقد الشخصية أو يشوف شو العبط في شخصيته اللي يحبها لا يروح يهاجم اللي كتابة على طول فهمت ألي فهمت أوكي نو بربلا مو في النهاية وده هو اللي صنعها هو اللي كتابها ما أحد يختلف معاك في ذلك الشي بس أنا قاعد أتناقش معاك وصولف معاك من داخل القصة فناقشني وكلمني من داخل القصة لو أنا حسيت إن الكاتب هبد قد صارت معي كثير في حمال أخرى بدون ذكر أسماع عشان ما بتهجم حاليا أنا أسوي دروب للعمل مباشرة ويجوه الناس كلكل عشانك تحبهم بيس ما سيتنا دروب ومتقبل الهبد لا 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 ما تقبل الهبد في أي شي والله يا كتر العمال وقوية إني سويت لها دروب وسبت إني حسيت وشعرت إن الكاتب خبص في مزين القوة خلاص ما عدتصار بدأ يزحف بدأ يزحف ومني بدأ يزحف أنا أزحف ويا أمشي على طول أزحف في الاتجاه الآخر اي اي والله ما أقعد لأنا خلاص أنا مو متقبل اللي قاعد يصير فخلاص بالنسبة لي أفخد المتعة بعدين ففون بيس ما صار دايشي حتى لان بس الناس يقول لك لها موجود بعدين أبو إبراهيم بعدين أبو إبراهيم في حاجة ما أدري الناس يعني ناسينها أو ترى كايدو قتل لوفي مرتين ترى قتله لا قتله قتله ترى لوفي مات لوفي مات لا أنا أعتبر إسقاطة في البحر قتلة بس أنقذ بالصدفة ولو المفروض يوم طيحة في البحر مات لوفي لو ما في قواصة لأو وشألو كيف من بيطلع من الماء مات خلاص يعني إيش تبغى أكثر أكثر من كذا هزموا 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 كان يمدي يقتله بالمرة الأولى المرة الأولى اللي كان يوم يضربوا الضربة صافعوا بعد يوم انسجل وكان يمدي يقتله في لحظة التكاليم دي يجيب أي شيء يطعنوا ويموت لوفي خلاص ودع الملعة بس أنه ما حسب يعني مو متقبلين ذا الكلام ذا كله لا في ظرف ومزين القوة لا كيف قبل شهر هزموا بضربة وحين لوفي يجي فزالة طيب والإيقاف طيب والريو اللي تعلمها طيب وتقليف الملك اللي تعلمها طيب والثلاث مرات اللي هزمها من دخل الغارة ويطيح ويقوم ويطيح ويقوم ويطيح ويقوم بلعه أكله بلعه وزوره اللي أنقذه طلعه من بعد بلعه بلعه مرة ثانية قم طلعه يدينه من حيونه فكل هذه يتنسونها ويشوفون اللقطة اللي يقفز الحبل وهذه يستسخفون أودى يستسخفون القصة ومن فهم الوحيد لتحمل وتقبل الإهانة اللي صارت الشخصية بني هاجم الكاتب بقول حبد أو خرموزي القوة كلام جميل وكويس أننا ضربنا مثال بكايدو لأنه تقريبا هو أكثر حاجة ممكن ينطبق عليها الكلام اللي قاله سبايك إن شاء الله يا سبايك إنه ردين عليك ما مره يقتنع من واقع خبرة مره يقتنع يعني إحنا نقول اللي عندنا يعني أنا تعابز ولا أشرح وقتكلم بعد يقتنع بكلام إين اللي تشوفون إين اللي تشوفون يا جماعة براحتك لا أنا عادة أنا عادة ردي للناس اللي زي كذا بدون زعل يعني حبيبي شاء اسمه سبايكي سبايك من واقع خبرتي في التعامل مع شخصيت كثير اللي قاش ناس كثير في التويتر وفي الحفلات وفي المقهى أيام فتحنا المقهى وفي المتاجر وأنا قاشت مع عدد لا يحصى من الأشخاص في الواتساب وفي كل مكان سنام ما اللي عند هذه القناعة المفروض من وجهة نظري أعمل دروب للعمل ورتاح لكنه ليس هو دروب يتم يتابع العمل ويتم ينتقد العمل قاعد تعب نفسه ويتعبنا معه بس والله يعني بدون ذكر اسمه في ناس كثير وظيفتهم بس ينتقدونهم بيس في الرايح والجاي ما لومهم ممكن هذا يعني جزء من المحتوى اللي يقدمونه بس إذا فعلا العمل مو عاجبك لدي الدرجة ترى دروب سكيب حادي يعني السوق هو يتغذى أو يستمتع أو يستلذ بأن ينتقد طبعا الشيء هذا يكون عادة بسبب واحد من ثلاثة أشياء أو أربع أشياء مختلفة إما مثلا أنه كان يحب شخصية في العمل بشكل جنوني والكاتب أهانها فهو حاقد على الكاتب فيسوي ذا شيء عشان يطف حرة في الكاتب إما أن واحد من عشاق العمل تهجم على العمل الشخص اللي يحبه مثلا هو عاشق لهنتر عاشق لجوجو بزارة فينشر عاشق لأتاق التايتن والشخص المقاب سواء في التويتر أو خوية في المدرسة أو تفر هاجم العمل حقه هجوم مرة مرة شرس وطبا لأودة فهو أخذ على العاتق أني أنا أقصف وأحطم الكاتب حقك والقصة حقتك أو شيء على هذا المثال يعني مو كل النقاط طبعا كذا بلكن إذا في أحد من وجهة نظري إذا في أحد يتكلم بعدالة بإنصاف نعم ممكن تتقد أودة في عدة أشياء تقول والله ما عجبني سلوبها في القصة هذه ما عجبتني بالفكرة هذه الفان سيرفس مبالغ فيه التمطيط يعني فيه نقاطي وبالعكس وبالعكس يعني أحد الأمثلة يعني محدثكم قبل سنة كنا نبث ونبيس كل أرك ترى أنتقد وألعن خير أودة في موضع كثيرة بس هذا لا يعني أنك تظلم الكاتب أو تظلم نعمل مثالي بيرفكت أكيد ما في عمل ما في شيء مثالي تحسوا يتعمد أنه يسوي أشياء غبية كذا عناد عارف الإعناد الاستهبال صحيح صحيح هذا شيء موجود وقد تكلمنا عنه كثير إنه لو يترك علينا الفان سيرفس القذر اللي ملا لزمة أصلا وما يحتاجها الفان سيرفس وحيانا يسوي خرجات بايخة ما يقومها لزمة صحيح زي على سبيل المثال يوم السفينة احترقت في المانغا في حدث هول كيك آيلند يومينا ينقذ السفينة بلعها هذه كانت سطحة يا رجل مليان شطحات ما لها لزمة بس إنها تكون كذا حاجة زي البلاها اللي سواها أوسب لما هزم شقر واو أي آه وجعت قلبي هذيك والله إني سفلت في تسفيل في شغلات كذا يشطح عاصة نامي عاصة نامي بكبرها من أكبر الأشياء اللي ما لأمها لزمة وكذب وما لها أي تبرير في القصة إحنا معترفين بوجود أخطاء كلها كذب في كذب إحنا معترفين بوجود أخطاء عادي بس إنه فيه جوانب ثانية لا والله الجوانب الأساسية والله أودم جودة تجويد والله ما تلاقي عليها صحيح ولا أولا الأشياء اللي تتكلم عنها هذه أغلبها تكون زي ما قلت أنت يعني هو بنفسه وقال على فكرة يعني أنا مستمتع في كتابة قصتي وما أبيفقد شغفي في الكتابة فبقد أستهبل يعني واكتب الشغلات اللي أبحقني أي يعني لا حد يلوم ينقد علي خلوني يعني أنا والله في البثوث بعضينا قط سمجات أقول والله ما لوم المتابعين لو تركوا بثي ومشون ولكن السماجة حابينه ما قطها السماجة حابينه ما قطها هي تنفيس عن الزعل أو الضيقة اللي في خاطري يعني أنا أنا دايما أجي البثوث بعضينا يكون يعني فيه هم مشغلني فيه مشكلة صايرة معاي عندي بلاوي في البيت وتفر يعني شيء كذا مرة مرة أرقني فهمت تعلينا فهمت وصنبعد دفات يا الله يرحمك كان أغلب شغل البيت يعني تخليص أوراق العامل تخليص المزرع والدخلات والله العظيم وجعراس وطبيعي فلما أجي البث أنا جاي أبي أفتل أبي أستانس أبي أضحك أفرغ الطاقة أي فبعضي هنا قط قطات سخيفة سامجة وأضحك مع نفسي الجورك أنا مبسوط هذا نفس الشيء يطبق على أودا صدق لي أنه قطة كذا في بخة هو قاعد يضحك ويكتب وأنا قاعد يكون وأنا قاعد ينطلع ويقول يا أودا يا سلامات إيش في يا أودا بالضبط عادي آخي لا تهم كوك لا تهم كوك براعة طيب نروح على سعود يا إبراهيم أعطينا سعود يقول هل من الممكن أن والله جميل السؤال هل من الممكن أن التوقع يورك عن مكان الدندن موشي الخاص بالبث يكون خطأ بالأخص إنها مقفلة تزامن الذاكرة نعم نعم مو هي لي مقفلة تزامن هي قفلت تزامن وقت السرقة فقط هي لا تزال تسوي التزامن الدلعة هذا الشيء يوم أن جاءوا أول ما تخلوا الجزيرة كان جاءت لقطة أن الله يكرم السمعين إيديسون يبي يروح على كلمك دراتمية دليل على التزامن شغال صح أو لا فالتزامن إلى الآن شغال بس هي في وقت السرقة ما سوى التزامن لأنه سرقت في وقت اتصالها بحكومة العالم ما سوى التزامن نتصت بحكومة العامل العالم وقت اللي حبست عملاء الصيفر بول في القبو فكت التزامن لهذا السبب ربعنا يعني يقولون مين اللي سوزت كده مين اللي سوزت ما بعرفين الغباء عندها وقلتها في الانطباء غباء يورك أنا قاعدت تقول أنت غير قادر على يعني يستلى الجسد أنت غير قادر على الكذب ويحمار أنت نسخة منه إذا أنت قادر على الكذب فهو قادر عن الكذب هذه كانت قمة غباء يورك صراحة قلتها في الانطباء أو قلتها ما تلاقلت وقت اللايف الاكشن بس في الانطباء قلت دققت على هذا النقطة يعني إلى أي درجة أنت غبية اللي فارك حاليا في أو اللي خلاها حين تعرف وين مكان أو تعتقد أنه تعرف اللي خلاها ذا شيء أخيرا استوعبت أنه كان يعرف أن حكومة العالم جاي بتهجم علي بتقتله كان يعرف أنه تم سرقة الجزء بسيط لماذا أخذ الجزء بسيط ما تبي يشك أنه سرقت ولكن عنده شاكة وعنده في ثغورس يسوي الحسابات والدقيقات كده اكتشف أنه تم تسرقة بس ما أعرف منه السارق أنا حتى شاكة نفسها ما كان عارف منه السارق منه اللي قاعد يتلاعب فيهم بس وجود شاكة وفي ثغورس في الفيديو وعدم معرفتك أنت يا يورك ولا حتى ليلث ولا حتى إيديسون ولا أطلس عن التسجيل معناته أن شاكة وفي ثغورس وستيلة الجسد الأساسي الثلاثة ذيلي ألغوا التزامن وقت تسجيل الفيديو سووا نفس حركة يورك فهمت الفكرة إيه لأن يورك بس تقول أنا ما أدري وانسجل أنا عرف المكان يسجله فيه بس ما أدري مين تسجله ولا أدري مين ودهوا المكان الدندن مشي حق البث فهمت الفكرة ولا فهم إيديسون لأنه كان الجسد الأسلي كان شاك في الأربعة ذيلي أنا طبعا في البث أقول ثلاثة لأن دائما أنسى أطلس ما أدري ليش إيديسون ليلث يورك وأطلس الأربعة ذيلي كلهم موقع شبهة موقع شك ولكن لا شاكة ولا إيديسون عفوا في الغورس ولا حتى دكتور فيقابانك عارفين من اللي سرق ويمكن حتى ظنين أن اللي سرق واحد من العمال حقين المعمل مش بالضرورة من نسخ فيقابانك من نسخ فيقابانك مع أنه كيف واحد من العمال بيعرف كيف يخزن الشعلة وبيشيلها ويسرقها لأنه تسرقها لازم تحطها في كونتينر ويعاها حاوية خطرة كده وترسل حكومة العالم والكلام هذا كله بس الصدمة أن السرقة صارت قبل أسبوعين من حديثة للوشيا والتسجيل صار في نفس يوم للوشيا هل ممكن أن يورك الآن أخطأت هذا السؤال للرجال أخطأت في اللوكيشن نعم نعم يعني مو بالضرورة أن توقعها وتربوها صحيح نعم لأنها جاها معلومات جديدة أن دكتور فيقابانك يعرف أني سرقت ويعرف عن للوشيا بس ماذا لو أن دكتور فيقابانك يعرف معلومات أكثر يعرف أنك أنت بنفسك اللي سرقت بس ما قال مع أنه مستحيل يكون ذا شيء ولكن أقول ماذا لو فهمت الفكرة هو شاك بس ما بعار ماذا لو أن دكتور فيقابانك يعني لأن فيه كلمة قالها في إذا غورس مرة مرة قوي يومهم كان يقول الوقت اللي يوم يسجلون تسجيل يوم كان يشرب قهوة كان نسبة انقطاع البث 99.2% أي يعني كان واثق تمام الثقة أن البث هذا ما رح ينقطع فهمت الفكرة أو لا فهمت يعني خشين الدن دمشي في مكان وعملين حساباتهم دقيقة جدا أن البث هذا ما ينقطع ولكن كل الحسابات اللي سووها ما يدخل ضمنها أن خمسة قروس يرسبنون عندهم في الجزيرة بالضبط وأن الدنيا بتنقلب وغير كذا لو تلاحب هذاك شاسمه أتوقع ماركوس اسمه واحد من القروس اسمه ماركوس مارس الطير في واحد اللي كان يمشي وبالهاكي قاعد يدمر مارس 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 اللي هو كوكب مارس المريخ قاعد يرفع النسبة حقا أنه ممكن ينفصل البث فعلا لو قدروا يحددوا موقع لو قدروا يحددوا موقع هم قاعدين يبحثون كلهم في الطابق المعمل الأبحاث وهذا شيء منطقي فكون أنك أنت أنزل طبقا فيجابانك ما بيخبي فعلا في معمال الأبحاث مستحيل هذا الفكرة طبيعي المنطقي إنه هناك ولكن الذكاء إذا أنا ما بيبث إن قطة ما حط البث هناك أخلي تحت عند الآلي بس ترى خذ معلومة خذ معلومة سواء كان داخل الآلي أو بجوار الآلي الآلي قاعد يحميه في المكان السري أنه إذا ناسي أو الجمهور ناسيين الآلي أريدي كان موجود في مكان سري لو في دخل بالغلط يعتبر زي تشاليح كذا أيوة بس أنه كان مسكر بجدار وهمي حطين زي الجدار كذا هولوغرام ولوفي مروا فيه بالغلط ودخل حتى أن دكتور فيقاماك أول ما شاهدوهم منها قال إذا جابكم منها شو مدلته المكان كيف دخلت فيه فهو مكان سري داخل جزيرة إقهد فممكن دكتور فيقاماك حط هناك عساسي يظمن أنه ما أحد يلقاه بس ما كان عامل حسابه أبدا أن الآلي يتحرك لأن الآلي يتحرك بطاقة نيكا ثم تتحرك الآلي فالفكرة في الموضوع أن دكتور ريقبانك يسجل الفيديو يوم تفجير للوشي قبل خمسة يام ستة يام من الحدث من الحالي ما كان يعرف أن لوفي بيجي وأنه بيشغل القير خامس والقير خامس بيفعل الآلي فلو كان حط داخل آلي فهو كان عساس بس أنه وعاء قوي جدا أظمن أنه ما يتدمر لو صرف فيجار أو كذا عموما مع المعطيات هذه كلها النسبة التي تكلموا عنها نسبة 99 فاصلة معاتهم خفضت كثير مع المعطيات والأشياء تغيرت المعطيات نعم تغير وممكن وصلت إلى 75% وممكن إلى 50% وممكن زي ما قال اللي سأل السؤال أنه مش موجود داخل آلي أيضا في واحد طرح عندي توقع مجنون أن المحروس خويننا أن موجود في أحد الغواصات الآليين ذيلي حول البحر بره أصلا ما هو في الجزيرة في واحد قال لك ممكن يكون في جزيرة ثانية أصلا هذا أنا قلته من أول منطقي مفروض أن يحطه في جزيرة بره أقهد رح دور يلا رح دور يلا ألقاه إذا فيك خير والله هم شغالين تعرف عمال نظافة القرسي شغالين تعرف عمال نظافة على أي شيء إيجارة حيوية يقتل يقتل دمر يا ساتر بس ترى هذا الشيء كسب وقت ربعنا يهربون يعني ربعنا منطقيا كلهم لا الحل فرصة مروبهم صارت إيزي مش زي يقول نعم بسبب أن القرسي يشغلون بسالبة البث شتتوا وهذا برضو مش الله لي بحروس خوية قالها لي قبل يطلع سالبة التشتت قبل أربع خمسة سابيع قال لي ترى الطريقة الوحيدة ربعنا للهرب لأنني وقتها كنت أقول مين اللي بيدخل من اللي بيجي يفزع مستحيل ربعنا يهجمون بدون فزعة هل الآلي قوي بما في الكفاية لدرجة أن يصد خمسة قروسي هل بيجي شانكس هل بيجي تيج هل بيجي كذا قال لي كذا تصل علي قال لي البث البث هل لي بيعطلهم بيخليهم يتشتتون بيخليهم يرحون يحاولون يلغونه وربعنا بيحصون فرصة أنهم يهربون منهم حاليا ربعنا بقواتهم حاليا ما يقدر يفوز عن القيروس الخامسة لوفي قاعد يجلت لوفي قاعد يجلت بالقير الخامس ولا بقدر يفوز بدري يا شيخ بدري 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 لسه وين والله يبو وهذا الإبداع عند الكاتب برضو هذا في سلفة موزين القوة يا سلام أنا قلت أقول من قبل مستحيل يكون كايده أقوى مخلوق لأن لو كان كايده أقوى مخلوق ولوفي أزمة فمعد فيه شخص أقوى من كايده في القصة فخلاص القصة خربت فهو كان يطلع موبل بنت العديد كان يطلع يقال أن كايده أقوى مخلوق عكس اللحية البيضة أي عكس اللحية البيضة طلع بطاقة تعريفية ومقتل فيها أقوى رجل في العالم أقوى رجل في العالم في فرق فهمت الفكرة وحتى أقوى رجل كان في آخر عمره مريض وانطعن غادر وبلبلبلبل ومات فس الفكرة هنا كايده لو كانه أقوى رجل أقوى مخلوق والهازم قدام له فيما عنده خمسة أقوى من لوفي ما بالك بالإمسا منافسه ما بالك بال السرافين برضه ورانا ما دا قوته منه ما يتكسرون ما يتحطمون فكاتب يعني يوريك العقبات اللي بتجي فجأة لوفي قدام ترى لأظن أن الموضوع مش مقفى على كايده أقوى مخلوق كما وصفوه يعني في الظبط كايد يقول هل تتوقع عودة رح يكتفي مستقبلا فقط بكشف الغاز عن القرن المفقود بطريقة سرد من شخصية معينة أم أنه سينقل لوفي بطريقة ما إلى الماضي لذلك القرن ونراها بعين لوفي أم في فلاشباك للجوي بوي أو أي أن كان حسن السؤال إجابته سهلة فلاشباك كلنا ما تفكرنا عننا فلاشباك لأن هذا شيء الوحيد المنطقي يعني وقت اللي هم يقرون الريو بنقلف لم يصنوا لفتيل رح يفك لنا زي ما سوا مع أودن فلاشباك خمس فصول آشة فصول أودن إذا من خلطان رح يفك لنا فلاشباك خمسة عشر عشرين فصول قصة الجوي بوي وهاتك وهذه رح تكون أعظم فلاشباك في قصة وليس وهاتك وهاتك يا تربيط وهاتك يا إجابات وهاتك يا كل حاجة كل حيتربط بعض لك الساعة جسمي كلك شعر بالحوال يا رجل إذا الربطة البسيطة لك والله أظن قلتها لك وقلتها عشرين ألف مرة تفتكر الكتابة اللي كانت على الجرس اللي في سكايبيا أه لما شفناه معه وصلت إلى هنا وسأكمل الطريق حتى النهاية لما شفناه مع لوفي قلت لي أره إجارت هاتك رسالة أوكي سبعدين بعدين لما شفنا أودن هو يكتبها يا جنونك يا أودن يا جنونك نفس الفكرة نفس الفكرة رح تشوف جوي بوي جايب الثنين البلغ اللي في الأزرق والأحمر وقعد يحطه في جزيرة اليوجين ويعتذر قدامها بحق النهاية آه آه متى 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 يا أبو مراهيم متى الواحد ودي يسافر بالزمن سنتين قدامي بعد ما يجون أحبادي إن شاء الله يقرؤوا لك يا ها وأنت على الفراش يا عيالي أجلت الفصل ألفين ورأي انطباع بق وبشرح يلا قولوا لي بسرعة إن شاء الله أنه جاوبنا على سؤالك يا كاي كن 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 يقول ما هو التطور المتوقع في القصة لأعضاء سي بي زيرو يا شيخ أحريقة أحريقهم خلي السي بي زيرو ولكن خصوصا ستيسي جزئية ستيسي حلو جزئية ستيسي حلو نشكرك عليها ستيسي أحس أن أودا بالفعل بدأ يعطيها جوانب كثيرة وإنت أولية قبل التصوير ناقشت جزئية معايا مرة حلوة بخصوص ستيسي قد بقول لك إياها في التصوير ترى ولا تناقش معاك ولعت اللمبه في راسي ما بالفكرة موجودة عندي من قبل ولا كان طرحتها في الانطباع حقي وهذا فايدة النقاشات دائما أنا أقول لكل النقاشات اللي تصير في التويتر في الحفلات بالنسبة لي أنا أتكلم في الواتساب في الاتصال الجوال مع الأشخاص الأخري هاي اللي تفتح حق لي وتعطيني كذا نظريات وتحليلات مجنونة أحيان كذا وانت تسولفت انفكلك كذا فكرة في مخك بالضبط الفكرة اللي انفكت قبل للتصوير مع أبو جود كانت على نقطة اللي هو عنوان الفصل تضارب طبعا كان واضح المقصود فيها ستوسي ان شخصيته بتضارب انت بتصير مع ديزون وتبتصير مع كاكو تبتخذ بذيلي تبتخذ بذيلي بس فجأة وأنا أتكلم معاك تقول لا ما لم تخيلنا أودا ما أعطي ستوسي ذا الأهمية إلى درجة أن نحط العنوان تصادم على ستوسي تضارب أنا كنت أشوف ستوسي شخصية ثانوية شخصية تكبيرت عدد ما تعطيها عنوان فصل بعدين كذا طينك ولحت لمبة في رأس لاني تولي بتناقش أمس وهو لمس مع حساب سكوبر كبان في تويتر مع إبراهيم أخوي في الباث على نقطة إيمو سما ليش لا تزال حط صورة بيفي ليفرتاري دي ليلي ليلي عفوا ليلي ليفرتاري دي في القصر عندها هذا تضارب إذا أنت تعرفين من الدي وإذا أنت تعرفين أن خانتك ونشرت البونيقلف فلماذا حاط صورتها في القصر وجاءت تتفرجين عليها إيش هذا التضارب حتى إذا ما خابضني حاطين بابل صغير مكتوب أنها تأمل أي أنها يكش أنها قاعدة تتأمل الصورة طبعا تأمل هذا أمسا سألت في الحساب كلهم قالوا أنه يمكن حسرة ممكن ندم ممكن غضب ممكن عتاب نظرة التأمل تقدر في السرحة 15 تشير ما تدري ممكن المسمى وليلي كانوا صديقات أو كانوا حبايب أو كانوا بينهم هذه على فرضية أنه يمسامر بنت هذا لو كان رجل أنا عشان كذا قلت ممكن أن يكونوا صديقات أو حبايب أو أي مكان لو كان رجل وكانت حبيبتها بتكون مصيبة مع أني أنا اليوم أنا أتصول مع محروسك أقول لا ما أتوقع من أودا أن يسوي لوف تريانجل أنه يعني يخلي يمسامر رجال يحب ليلي عفوا فيفي ليلي عدل ليلي تحب جوي بوي فهمت الفكرة المثلث الحب هذا الذي أنا ما حبه لوف تريانجل هذا ما أدني أنا صراحة في القصص فأتمنى أن ما يسوي ناروتو ساسكي وساكورا بالضبط هذا يسمونه الفت ريانجل الفت ريانجل ولا عفوا كابوتو 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 كان مجنون لدرجة أن أخلاه ريكتانجل مربع مو بحت دخل هنا في السالفة فصار أربع مبدأ الممثلة لا إذا حطيت عينه أن تحب ساسكي صار بعد معين ما برما بتصير دائرة معاد فيه شكل هندسي خلاص كده هذا مجنون مجنون كيش موت ومجنون في ذلك نرجع ألبب نرجع خطور دائما عندما يضع عنوان يكون دائما يقصد فيه شغلتين أو ثلاث شغلات في الفصل نفسه وقد لحط كثير على فكرة ينفع العنوان على هذا الشي ينفع العنوان على هذا الشي ينفع العنوان هذا الشي فكون أن العنوان بس ألستوسي كان باسم لي صادم ولا أسأل مع وجود قبل التصوير طنق ولا أعد لنب هيعقل أنك أن يقصد برضو إم سامان إيش التضارب هذا هزيدك من الشعر بيت كمان جات لنبه في رأسي الآن وش تضارب ذاني لا ممكن يعني جزء ممكن نسقط عليه جزء من التضارب بس مش بالضرورة ظهر في الفصل الحين إيش وضع كيزرو يعتبر تضارب تضارب مش أعرف بس كونه ما ظهر في الفصل بس يعتبر تضارب مش أعرف الفكرة نرجع لستوسي والسؤال أصلا استوسي وزوسي بزير يوم قالت استوسي أن كاكو عند توجه جديد ترى ممكن ممكن أن الكاتب يضيفهم كحلفاء للوفي في نهاية القصة ياشي أخي ينقلع بخش مطويل ما نبغى أتبع ما نبغى ستيسي أحياها الله ومو العيون العيون اللحية هي قالت هي قالت أني أنا مرح أسباح ليهجم على لوفي وقالت أن عند توجه آخر فمعنات أنه لو بتاخذها معاها فبيصير تابع لها فهي بتجي وبيتجيبها معاها يعني بيكون حليف يعني مع أني أنا ما أبيهم ما أبيهم يثقون فيهم مرتان لأن لوفي وثق فيهم وصاروا حلفاء طرفين أيوة وريجعوا وعلى طول الكلم لا كاكو ما خان اللي خان الحمار الحيواني ربلوتشي يعني فالنمر ربلوتشي مو حمار هو نمر بس نمر حمار لا حمار نمر حموري نعم نعم هذه القطة تستطيع أن أضحك عليها مع لابس من أرض الواقع مثالا فأنا أعطيك يعني فيه احتمال ولو أنه شاطح ولو أني زي ما قلت أنت ينحرق وما أبيهم يجو مرة ثانية بس ابقاهم في القصة والله اليوم كنت أتكلم وقول النقطة في الانطباعة قلتها ودى عنده عادة حلوة وسيئة بنفس الوقت ما يحب يتخلى عن شخصيات لو شفت غلاف المنقة فصل هذا جايب لنا لي كزنا هذا الحمار اللي كان حاب كيكو يتزوجه مين كيكي كيكو اللي واحد من الأغباد التسعة اللي هم مفروض ترى جايبة جايبة بالفصل يودع شسمه يعني هذه الشخصية أنا نسيتها حتى أني أبتذكر رسمه إلى الآن أنا أبتذكر رسمه ذكر لقبه أنه كان بطل السومو بس لا اسم ترى شخصية كان لها اسم بس أني ما بقدر أذكر الاسم حتى ولو ما تمني أذكر الاسم مع ذلك هودع رسمه في الخلاف يخرب بيتك إنساء خلاص بهذه شخصية تكملت عدد يا رجل يا رجل توم سوي رسمة جديدة البقموم وكايدو أي الدباب شفت هم ما فلحوا وكايدهم تحت قاعدين يطبخوا في البركان لا يعني شوف ترى ما قالوا ما يعني الرسام بشكل عام أنا مريم برسام بس أعرف أن الرسامين عندهم هذا الشغف أن أي شخصية أي بانر تمسك معك أي شيء تمسك معك هين تقاشي الكسول قاعد يشوفوا يرسم قون مو يرسم كل الرسمات دي قديمة قديمة جدا بس قاعد ينزلها لنا في التويتر يعني شوفوها شوف الرسمات مبسوط على التفاعلة قاعد يصير على الابديت أنه قاعد يرجع يرسم يعني ما شاء الله قاعد يجير تويت ولايك وبشكل موقعي شيء يا رجل أي الجمهور كله قاعد يشجع كيف كوي 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 فهو قاعد ينزل أسمات خايصة قديمة والجمهور يقول براف عليك كمل يشتمر لا يوقف بها شيء الجمهور ما سيبونه يكمل ما يقول يا رب يثمر يا رب يثمر ما أقول الفصل ما أقول الفصل الأخير 410 إن شاء الله يكمله هنتكلم على بس مجلد ترى أنا أقصى طموحنا مع هنتر إن ينزل لنا مجلد 10 فصول بس ما عدا نقول الحمد لله مع البعدي الخضروحة والرجاء بعد كده عندنا محمد إكس محمد 55x بما إن كزرو مختفي ما شفنا آه لسه قاعد نتكلم لسه قاعد نتكلم على الجزئية بما إن كزرو مختفي من الفصل 1109 ما شفنا هل تتوقعون راح ينقلب على حكومة بعد سماع رسالة بيقابانك في ساعة الطاقم أو على أقل أو حتى يحمل رجل الآلي اللي في حوزته اللي ند ربما يكون في حوزته دندن موشي البث أمنه راح يستمر في صف الحكومة بالنسبة لي ما أشوف أنه الأدميرال أي أدميرال قادر أنه ينقلب بسهولة على حكومة العالم لا أنا أبدك ممكن تنقلب أو كي جي أكبر مثال انقلب وطلع تركم وراح مع القراصنة ولكن الحمار هذا بس بسهولة لا مو بسهولة مو بسهولة ولكن الحمار هذا إذا هو قتل دكتور فيقابانك عشان يرضي يرضي أسياده يرضي الكلاب الحكومة أو يثبت أنه كلب يرضي أسياده يثبت أنه كلب وفي لأسياده مستحيل ومساعدة استهلات مهما سمع في الرسالة أنه ينقلب يعني صعبة جدا خلاص لو كان في انقلاب لو في شمس كانت منمس الله الله المثال معاد ينقلب كده فجأة بين عشيتين وضحاهم تركي جوي بوي يقول هل تتوقع كاينو يكون عارف عن إيمو سماو إنها موجودة ولا لا والله مع الدخاخين اللي كانت تطلع منه في الفصل والله شوف والله ترى السؤال هذا مرة 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 من دنوخي أنا وجايب لي الصداع هل فعلا يعني أوكي وش مقدار المعلومات اللي انت عرف ترى وقال كلمة من قبل قال للقروسي بالحرب هل أنتم مجرد دمى يتلعب بكم التلانية السماوية طيب هم تلانية سماوية حمار يعني كلمتك هذه هل هي تلميحة يا كاينو إنك تعرف إن موجود شخص أعلى منهم الدعب فيهم بس أنت شاك ما تدري منه قال هو شخص واحد خمسة أشخاص عشر أشخاص ما تدري يعني إنه يقول مثل هذا الكلام بهذا الأسلوب للقروسي إشارة أنه يعرف وإذا كان يعرف إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإذا كنت لا تدري فالمصيبة أعظمة والله يا أخي ما يصي يعني مو منطق إذا أنت تدري مصيبة شو الراضي وساكت علىنا اللي يصير وإذا ما تدري وإنت قائد للسطور فهما يصيبة ليش تعلان إنه كان إنه دكتور في كبان قاعد يفضحهم خليه يفضحهم خليه لا استعرف والمروضة تصير في صف الناس في صف البشرية إحنا دائما نقول إنه وهنا يجي دور كوبي على الأغلب بمساعدة من مثلا مستقبل البحرية أي بمساعدة من مثلا شي اسم حقب أغناطيس في جيتورة الثنين هم هم مستقبل البحرية لأن الحمار والثور الأخضر برضو أنا شفين على الحمار يا شيخ أبسم الله إذاك ما أعلمني جيرك كيف صار أدمير بس بغض النظر عن ضعفه وقوته ذاك شخصية إنه لا عقلية عقلية مؤمن وتابع ومصدق لأكاينو ف مستقبل البحرية لا مع كزارو لا مع كاينو ولا مع الثور الأخضر يا أما في جيتورة كوبي كون إنه فعلا طيب وذو بيكون في صف المواطنين في صف السلام في صف الحير أي هو يمثل العدالة البقضاء العدالة يعني الشريفة على قولته لأن البقية وصخين وقذرين جدا 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 هو الكلام ده اللي يعني اللي ربما هو كان حلمه وطموح أن يكون أدميرال في البحرية فبيوصل للرتبة بعدها يعني مع سقوط حكومة العالم البحرية ما رح تتفقك رح تظل موجودة بتكون شرطة العالم وحكومة العالم يعني بس بتكون تابعة ل انقلاب عسكري يصير عادي أي أو انقلاب عسكري أو كذا لازم يعني البحرية يا حبيبي لو الحين بس أتوقع أتوقع الكلام بيصير بعد بيسقط لوفي حاجة قدام شوية لسه بدري على بدري مرة بدري لازم لوفي يدق خشم أكاينو وهو قاد البحرية مو يعني يسقط أكاينو قبل أن يأتي لوفي لازم أن نصل للمعركة النهائية وأكاينو مستبعد من الصورة خلاص لا موجود في الصورة لوفي يبعدها لوفي اللي يسقط لوفي اللي يهزم ما أتوقع العكس أنني نجي للحرب الأخيرة الحرب اللي مرض لوفي ينتقم فيها من أكاينو عشان قتل إيس يكون أكاينو يسقط أسقط كوبي وشعلا من الذوق ويصطدم لوفي مع كوبي ما يصير لازم أن تسقط الدمار كله سواء كلها تسقط أكاينو يمسم أكاينو انتقاما لأخوك سواء أنت اللي سويتها أو ساب اللي سوها ما يهم واحد من الثلين لازم يهزم أكاينو ويمسم في نفس الحرب بعدها يأتي كوبي يعني يمسك لوفي إن شاء الله ويمسخر بالقرر المشكلة أن لوفي ما يقتل العدافة صعب أن لوفي يقتل أكاينو أنا بيموت نتمنى أن صعب وصعب يقتل ويش بالضرورة ينوي القتل يسفح في مكان يسير زي مكايدو يسير زي مكايدو روان تقول نظرة إيم لليلي نظرة بغض وكراهية وحقد على ما فعلته من مشاكل لها اللي هو نشر البونيقليف ونلاحظ فوق الصورة صراخ كان في صراخ كان في تأمل المؤثر تأمل مؤثر تأمل هل ممكن نرى تدخل إيم وعدم الجزئية الأولى لا تكلمنا عنها قبل شوية أنه ممكن موضوع مرتبط بموضوع القضار بس في خطأ قال لا مو صراخ نظرة بغض وكراهية هي كانت نظرة تأمل لبعدها على ما فعلته من مشاكل نشر البونيقليف أيوة ما هي مشاكل على ما فعلته من خيانة وخطط من خيانة لأنه كانت تقول بالحرف الواحد بالفصل ألف وخمسة ثمانين رجعوا عقر الفصلين دي المهمين ترى أربعة ثمانين خمسة ثمانين يوم اطلعت قدام كوبرا ترى ما كانت محتاجة تطلع قدام كوبرا كانوا يقتلونا بدون الله تظهرنا في السلام عادي يتأمر بالقتل ويقتلونا كانت تسمع ضد المشي وأول ما قال كوبرا أنه فيه رسالة من ليلي جد راسبانت راسبانت وأهم شي سألته فيه قالت تقول المشاكلة قادة تصير حاليا هنا في العالم ذا كلها كلها بسبب خطأ في البداية قالت خطأ سوّتها للي بعدين قال لها هو بنفسها خطأ كوبرا مصدوم من كلمة خطأ ورجعت كوبرا قالت نعم انتشرت بعدين قالت إجابة سؤالك يعني إجابتك اللي بتجي على سؤالي اللي هو هل اللي صار كان خطأ قير مقصود أم خطة مدروسة الله بعرفها من إجابتك إيش الاسم اللي كان موقع في الرسالة علمني يقول لي اللي فقال لها لو كذبت بعيش قالت لا أنا تميت ميت مهي اللي ردت عليه حتى الدروس ميت 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 بتقتلوله ليش تنتظروا إجابة السؤال قتله قتله شو المهم في إجابة السؤال بعدين هنا قالت هي هي بيلك ترجع تقرأ الفصل مرة مرة مهم قال هو الاسم هو نيفرتاري دي للي للي فما تي ردت عليه قالت دي وعينها كذا عصبت بدين بحلقت وقتلت على طب معنات أن دي اللي جابة للي كانت تنتظرها أنا شاكة أنا شاكة أنه خانتني مهني متأكدة شي صار قبل 800 سنة وأنا قتلتها بس حين أنا فكر أي عقل لنه فعلا خطأ أي عقل فعلا أن اللي صار خطأ فهمت أليه اللي فهم فحين يوم درت أنه في رسالة طلعت تعال 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 قول لي إيش الاسم اللي مكتوب في الرسالة يوم قارة الدي الآن تأكدت أنه مو خطأ وإنما خطة مدروسة من 800 سنة ملعوبة عليها وهي ما كانت تدري أصلا ولهذا السبب عصبت ولهذا السبب نظرة التأمل اللي مو بتأمل نظرة حقد وكراهية وغدرة شعور بالغدرة الإحباط كل شي كل المشاعر تقدر تحشو 15 مشاعر في هذه اللقطة وهي تضارب أيضا لأن في ذاك الفصل كانت تقول الدي هم أعداءنا ماذا ما نستعرفين إننا من الدي وعدوتك ليش لازمت معلقة صورات على الجدار وينش يتتأمل على التضارب بالله طيب والجزية الثانية من سؤال روان هل من الممكن نرى تدخل في الأرك الحالي ما لها لزمة ما رح تزيد ولا تنقل طبعا لو جات تدخل أسطور هي أقوى منهم كلهم ولكن في النهاية إيش بتجي تسويين يعني خلاص هم مكافلين بكل شي إذا ما لقوا مكان الددم مشي ما رح تطفوا البث وإذا ما طفوا البث بتنفضح السهل فأنا جات ما جات ممكن خضابها خليت تتصرف تصرف أحمق وتطلع لأن خروج أي مصيبة أنا عرف أنا عرف تبقى تجيب رأس أي مسماء قل ليلي 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 ترسبن ترسبن هذا اللي صار يوم سمعت أنه يتكلم عن رسالة ليلي طلعت على كل سلام أنت قلت ليلي ترى على فكرة على فكرة هذه نقطة مهمة جدا كلامها اللي قالتها اسمعها شخصين سابوا جزء من نمو لخير وابل اسمعها كله لو أنها ما طلعت وما تكلمت ولا أظهرت نفسها وخلت القرس يختلف لك الأفضل لها من الفضيحة اللي فيها حاليا الفضيحة دي بسبب أنها كانت بتتأكد من الاسم بس تبي تتأكد شكوكها أن هاللي اللي خانتني أم أخطأت هي أخطأت وأنا قتلت أنا كنت 800 سنة أعتقد أن أخطأت بس من بعد ما قتلت وأنا قاعد أشك خصوصا بعد ما بدأت البلغم في تظهر بعد 200 قبل 200 سنة يوم ظهر الآلي قبل 50 سنة عشرية سنة مهارة بدأ يقرون قبل 25 سنة مصر روجر إلى لافتيل في تلميح في شي في تلميح لخيانة شكل الموضوع ما كان خطأ زي ما أنا كنت أعتقد لمدة 800 سنة لربما أنها كانت خيانة ألقم ألقمي أي أن كنت ذكرا أم أنثى يقول هل ممكن تيتش يحرر بلوتون بفاكهة الزلزال على أطار الزلزال الزلزال الغرق وبما أن شراهوشي حليفة لوفي وأورانوس مع إيمو تصير حرب ثلاثية الأطراف نفس الكلام اللي قلت لك قبل شوي قد تكون الحرب الأخيرة ثلاثية الأطراف مش بالضرورة تكون طرفين أنا قلت في انطباعي وفي اللايف ريكشن أن الأسلحة الثلاثة حاليا واحد عند إيمو سما وثنين المفروض أنهم عند لوفي مفروض لهم بلوتون وشراهوشي ولكن أنا اللي رحت لا مو بلوتون لأنه بلوتون صعب على البلاء كبير بسبب أن وانوح لهم مغلقة وزي الحصن ودخولها صعب شف حتى لحي البابا يمدخل انقلب البقمام يمدخل انقلبت وكلام هذا بس هو استخدم فاكهة الزلزال كل شي جاي نعم بجي كحل للموضوع الزلزال بس هذه ملاحظة حلوة جميلة من اللي سأل السؤال أو أنت ما أدري عن شرهوشي وعن بلوتون وحاليا قابل فان أوغر مع مكاترينا ديفون وطلب منهم مقابلة تيتش وبيروح ببلغ تيتش البعلومات الخطيرة ذي كلها وبهم بهم منتقم تيتش انتهينا من هذا الموضوع يليت له في قتله يليت له في خلاه في البحر وقطف مع برميل حقه في البحر مو موضوعنا المهم أنني أنا توقعت أو تخيلت أن تيتش رح يروح لي شرهوشي فبيكون بسايد عن تيتش بلوتون عند لوفي وورا نص عند إمسامه أي هذا اللي أنا توقعت ولكن بالنسبة للزلازل بساعة قلت أن تسبب غرق هي طبعا تسبب التنامي وفايضانات ولكن أي زلازل تضربه يعني يكون التنامي مؤكد يعني يضرب بعدين ما يرجع ما يتم مرتبع مستوى المياه فهمت الفكرة الزلازل مهما صارت طبعا هذه الزلازل اللحي البيضاء اللي قال لها الزلازل الصناعية الزلازل الحقيقية اللي بسبب تحرك صفائح الأرض تحت الأرض لا هذه فعلا ممكن تنزل أرض ممكن ترفع أرض ممكن تسوي بلاوي بينما اللحي البيضاء يعني استغفر الله عظيم هذه خزع بلات أصلي فيها ولكن نتكلم من واقع علمي بحت الزلازل اللحي البيضاء حاليا هي مجرد موجات شوك ويفز فتسبب زلزال تسبب لك صناع تحرك تكسر الأرض بس كل شيء بعد ما ينتهي قدرتها يعني لو قتلتها لغى تأثير قدرتها كله وراح فهمت الفكرة ولا فهمت يا كأنه يعني لو بتقيسها على مساحة أصغر عشان تتوعب كأنك ماسك صح أنه هزهزت بعد فترة بيختفي بيرجع يثبت غير لما تكون حاط شيء يعني زي ما نقول له أورانوس حاليا منسوب الماء ارتفع متر ما رجع نزل مرة أصبوحين ما رجع نزل تم ارتفع فهمت فكلنا فهمت يعني أنت أغرقت العالم كلها متر كامل أحسب الله عليك بس نرجع للسؤال بمئة الناس تخدمس يعني وهذا اللي كنت أقول أخ والله تولعت اللمبا في راسي يا سلام أحب اللمبا اللي تولع دي هات الزلزال نضرب في العالم الجديد في ريدلاين قاسم العالم نصين هل منسوب الماء ما يرتفع في الجهتين ولا بس في الجهة العالم الجديد أعرف أحس يبغى لها يبغى لها بروفيسور في الأحياء وفيه فيه فتحة سدادة اللي هي اليوجن من تحت ايه بس اوه صح وفيه أيضا عند الريفيرس ماوتن فتحة تخلي الماء يتحرق بين الأربع بحار الأربع بحار تصب فيها الماء وترجع تصب لا 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 ما تجي ما تجي هو الفكرة كرة أرضية جاك الريد لاين أنحط ارتفع من سوبر الماء من جميع الجهات ما هو من جهة ومن جهة لا في النهاية الماء قاعدة تمر من تحت في أماكن من تحت تخليها صح هذا قصدي توازن توازن فسالبة أن الماء يرتفع في الجهة وجهة ما ارتفع ما أبقى لا 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 ما تجي ما تجي شاط حاجات وطرحناها ايه سلم من لسيت السؤال خلاص من قوة الشطح اللي هي السؤال بتصير حرب ثلاثية الاطراف ايه نرجع للنقطة هذه زلازل أنه يدخل إلى وانه واردة زي ما قلت أنت تقدر يكسر ويدخل بس طالما أن الحقير بيقول له كاريبو بيقول له أنه في بلوتن هنا فممكن حتى مو بس لوحد اللي يأخذ السلاحين ترى عادي هو أنت شفت شغف وجنون وهذا بدأ عودة في الفصل كروكدايل على بلوتن كيف أنه رح حكم هربست أو تام يتلعب فيها خمسة عشر سنوات عشان يحصل على السلاح وفي الأخير ما قدر يحصل عليه فتجي عنده واحد مجنون قوة وبورو وتحكم وسلطة ويبي يحكم العالم وتقول له فيه أسلحة ما رح يحاول يحصل عليها كيد رح يحاول ولكن لما يوصل وانه زودنا على سلفة الجدار المليح هذا في زونيشا اللي ممكن يقدر يستدعي مومنسكي في مومنسكي في هيئة التنين اللي ممكن يتطور يقوى في يا ماتو نعم هو في نهاية ينكو وعنده أتباع قوية جدا ولكن المقاومة بتكون قوية دولة كاملة ضدك ما أنت بجاء تهجم على سبينات قراصي لا معركتي مع لا وكان لا والحالة ومعا شفت الإصابات والجلد اللي صار وغير كذا نحن نتكلم عن تيتش يا جماعة الخير أنا ما أحب تيتش بس ترى ما نقدر ما نقدر ننكر فاكهتين فاكهتين شخص الوحيد اللي عنده فاكهتين حاليا وكل فاكهة يعني يمدي يسحب كيمون عفا مومنسكي ويمسك بيد ويلغي التنين حده ويجلده عادي أي واحد ومو بس كذا يعني حط في بالك أنه للحين ما في ما قد شفنا أنا أصلا قوة تيتش ما نعرف شي عن قوة تيتش كاملة وغير كذا ماذا لو أيقظ الزلزال ايش بيصيد هذا عن طامة كبرى اي ما أنا أقول لك أنا صراحة الوحيد اللي ما أتمنى أشوف إيقاظ فاكهتها هو تيتش تيتش لو أيقظ الزلزال يا شيخ مو يغير أيقظ الظلام يا شيخ مصيبة أنا ما بيوقظ لا هذه ولا هذه خلاص ما دون عندك فاكهتين لا توقد الله يلعن يمكن يمكن ينكسر الشرط حق الإيقاظ ما يقدر يوقظ فاكهتين يمكن بسبب الفاكهتين صح ممكن هذا منطق يقول لك لا يا حبيبي إذا أنت ماك الفاكهتين ما تقدر توقظها لأنه بيصير زحف والله زحف تخيل يوقظ الظلام والزلزال في نفس الوقت خلاص يا بوية نخذ الأرض وحنا نروح القمر مع إينل والله انتك عنديني لناك نربب ذا المخلوقات الصغيرة ونصلي نعمل في القمر هل تتوقع عودة إيرل مع المخلوقات والله يشوف إيني اللي حسه موضوع دسم ومرة يعني قابل للعودة فعلا ويعني وكون وجوده أصلا في القمر يعني أنا قرأت السلسلة حقه القمر دي ما حس أنها حاجة كده شاطحة حاجة مرتبطة بشي قديم قبل ثمانمائة سنة أكثر أنا قللي في البودكاست تبعي اللي صورته أنا وعبد يليل أنا قلت بقول لك نظرية جلو تاريخ هابيل وقابيل تاريخ قابيلة وهابيل أجاب لألف وخمسمائة ولألف وربعمل مضاب يعني يعني هم الحضارة الوحيدة اللي ممكن تبدأ تحسب التاريخ لأن قبل أربعلاف سنة كان موجود الحضارة في أرباستا وماحد منهم فكر يحط تاريخ فهمتم فكرة ألفا يعني مين اللي يتطوروا في العلم وكذا اللي درجت لهم بدأوا أول منزله وقال يلا بنبدأ لحسب التاريخ من الحين ومملكة المزدهرة اللي أساسا جاي من القمر قبل ألف وخمسمائة سنة ودليل آخر وقلت قلت في الانتباع والبسوط أن ربستا تتشكى نسمىها صفقا قبل أربعلاف سنة كايرو القاهرة نعم يوم يبنى وذكرت المعلومات ذكرت في القصة على فكرة مش كلا تصدم المعلومات أنت ذكر في وان بيس وانتمر عليك مرور الكرامة متى ذكرت بالضبط ما دي بس في حدث أرباستا يعني في حدث أرباستا كان مسمى المملكة كايرو قبل أربعلاف سنة وعائلة نيفرتاري جاءت إلى كايرو قبل ألف وثلاثمائة سنة يعني بعد نزولهم بمئتين سنة الله وحكمت كايرو غيرت اسمها سورة على الحكم غيرت اسمها إلى ألباستا أرباستا كانت كايرو قبل ألف وثلاثمائة سنة وانضموا مع حكومة العالم على النمحة أحد الدول العشرين خوذ العلم الأهرام غرقانة وكانت جيد من الأهرام ما فيها لك منطقية برضو نحن ممكن الأهرام عادي يطلح عليك بعد ما يزل بستوى المئة كلك شيء من الأهرام ما تطلح ترى والد أن العالم العالم متابع وان بيس قبل الغرق يكون هو العالم اللي احنا عايشين فيه الحقيقي اللي احنا بشي بنجاية بكت بنجاية تكلم عنها بس فيه 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 أشياء كثيرة في القصة تونبيس ما زلنا يعني نحتاج نعرف أكثر عنها يعني زي سكايبيا أحس فيها الغاز كثير 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 ترجع لازم ترجع تشوفها بس مو الحين أنا عن نفس صراحة يمكن بعد ما ينتي أركهيد أو يمكن حتى لما يجي حدث أكوة قدام البف كذا بيرجع وبيراجع حدث أرباستا وحدث سكايبيا وحدث حدث قبل سكايبيا شي سموه بطلع يعني بربط خيوط وبطلع بتفكيك الغاز مطبيعي صراحة الحدث اللي قبل سكايبيا اش كان حق فوكسي ولا تقصد رئيسي لا لا أظنه جزء من سكايبيا يصنف اللي هو قبل قبل ما يطلعون جاية 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 أول ما روح عند الحقير بلمي علوم وسواليف شي جميل صراحة وان بيس عالم القصة لا تنتهي يا الله حاليا قاعد تابع دراغون بول أيوه أشوفك وأحب أقول لك أنه في تشابه عجيب موه تشابه موه تشابه وده ما حد قال لك المعلومة دي وده كان مساعد حق إي وإي وإي ولا قالوا لي قالوا لي وقالوا لي حتى أنه مقتبس لوفي من شخصية قوكو أو جزء منها إي بس نقصد أنت المعلم حق نقصد التشابه رهيب يعني أنا بس نقلق معلومة يعني تشابه موه تشابه سرقة قدمه وتشابه استلهام فاهم إنه واضح أنه أودا استلهم الكثير من دراغون بول مو بس استلهام هي احترام أنا دائما أقول أن أودا لما يسوي ده الشيء مو مقصد أني أنا ترى أسرق منك أو أنا أقلدك أو أنا استلهمت استلهام لا معاك باستلهام أتريبيوت أنا قاعد أعطيك أبي أخلي جزء من قصتك في قصتي أعمل أعمل كاحترام لك تقدير لك وقاعد أسويها حاليا مع توم جيري قاعد أسويها مع أعمل تفايكينغ بوي أو شكال اسمه يعني ما خلى شيء أو دي الصلاة للنبي أي بالله بالله ترى ترى بداية أركوانو في أنمي قديم مرة مشهور اسمه كيكوكين أو شيء زي كده عن أشخاص يمتلكون قدرات غازل مان رجل غزال ما جنوذة كلهم تكلمت عن وقت اللايف وقت اليوم كنا نسوي الانطباعات كل الشخصيات اللي ظهرت غازل مان باتمان ما جنوذة ما أخذهم من ذاك الانيمي وليس من كوميك بلا جيد والله أرسل لك الصور إذا ما أنتم مصدق أرسل لك الصور أرسل لك الصور بس عجيب عجيب لأن هذه الأشياء عشان في طفولته فهو يحب أن يحطها في قصته يعني أسوي له أتريبيوت اللي يسمونها بالعربي أنا فهمك بس مو عارف صيغة بالعربي أقرب كلمة وصفها اللي هو يعني يستلهم منها ويجيبها بس في فرق لما تقول يستلم منها كأنه ما عنده إلهام ما عنده قصة هو عنده قصة مجنونة وعنده عالم مجنون وعنده كل شيء مجنون ما يحتاج يسرق من أحد كأنه قاعد يسوي ريفرنس للأعمال هذه بس بالعربي أعرف أجيب أنا إلى الآن أصيغة الكلمة بالعربي الوصف الدقيق لهذا الشيء بالعربي أعرف يطلع معي يحطها كاحترام كتقدير كذكر يعني ذكرة جميلة عشها فيبي يخلدها وهذه ترى يعني وترى يعني مش أودة اللي يخترع ذالشيء ترى تصير كثير في أعمال يعني يعني فيه مخرجين كبار في هوليوود تجي تلاقيه سوي ريفرنس واضح لمخرج وكاتب ثاني من باب الاحترام من باب التقدير هذا قصدي اللي أريد وصلها أن من حبي واحترامي للكاتب هذا أنا قاعد يا سلام هذا اللي هي هذا اللي أريد وصلها للأسف أنه في ناس يظنون العكس تماما أن الكاتب مفلس ما عنده شيئ قاعد يسرق من غيره لا 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 ترى عنده أشياء في قصة ما جابه أحد غيره أبدا وما عاد يحتاج أشياء أوريجينال أي أي كثير الأوريجينال عنده كثير رضا بس أنا أبي أسوي هذا الشيء احتراما تقديرا لأكري احتراما معلمي أني أقتبس هذاك الأنمي القديم اللي عشت في طفولتي أبي أقتبس مني هذاك التوم جيري اللي ضحكت عليه أبي أقتبس منه كوميديت فهكذا ما هم محتاج أن يحط كوميديا توم جيري أبدا ما هم محتاج ما هم محتاج هي مجرد أنه فكرة معينة كده فراز بطريقة الفلانية الكوميديا في قتالات لوفي وأودا كتابة أودا في قتالات وان بيس موجودة من أكثر من عشرين سنة ليش يوم من أفلس يحتاج توم جيري كمان منطقي خلصت الأفكار راح على توم جيري لا مشكلة هو سوي احتراما تقديرا ومحبة لهذا العمل هذا اللي بحصل بالضبط بالضبط يعني على سبيل بالمثال ماجد العامر يوم من الأيام يألف كتاب زي كده ويحط واحدة من الاقتباسات جوة الكتاب نص كده واحد يقول احرق انا يا بعدين الناس يفهمون يقصد الوجه هذا والله اللي سويها في البذوذ والله اقسم بالله لتهم كوك قاعدة سويها في البذوذ حاليا لا شعوريا للي عجبت فيها من عندك لتهم كوك كله يطبخ الله يبغى أن نرجع بعدين كمان نسول في في كينغدوم حسب الله نعمل نعم رطب لها سوي لها بث تبي بث سوي لها بث ايه بث والله بث قدام وبث كمان ان شاء الله عدى ابو ابراهيم قاعد يحاول يرتب ذي ليان بث اليونكو ان شاء الله بإذن الله ونطلع عندكم في القناة ونسول في الفصفص شرر الله يعطيك العافية والله ابو ابراهيم كالعادة أنا ورت وانست وجمّ الله حالك أنا زي ما قلت لك أحب النقاشات إذا كده خصى لما تكون أسئلة من الجمهور وحسني قاعد ناقش الجمهور بس معاك يعني فتكون أحلى وأحلى بالله عاد كمية أسئلة كثيرة لكن سامحونا يا أخوان لضيق الوقت يعني الله أعطيكم العافية يا أخوان هابلوا لايك واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين مع الجرس تنبيهات تعال تابعونا الموقع تواصل الاجتماعي حساباتي وحسابات أبو إبراهيم وقناة يا غيشو رح تلقوه موجودة في صندوق الاصف كما معاكم أبو إبراهيم مجد العامل من قناة يا غيشو والوجه في أمان الله السلام عليكم